اخواتي اخواني السلام عليكم ما زلنا في محور التخطيط على المدى البعيد فبعد تقديم المقطع الاول في التخطيط على المدى البعيد ننتقل مع كنا ومعكم ان شاء الله الى تناول المقطع الثاني في التخطيط على المدى البعيد حيث ستحققون من خلاله هدفين اثنين الهدف الاول ستعرفون من خلاله على ادوات التخطيط على المدى البعيد والهدف الثاني ستقفون عبره عمليا على تحديد الاجراءات المتعلقة بالورة التخطيط السنوي بالنسبة للعنصر الاول تتمثل ادوات التخطيط على المدى البعيد في المنهاج او المقرر الدراسي الكفاية الخاصة بالمادة المدرسة الاهداف التعلمية الكتب المدرسية المعمول بها في منطقة العمل دليل الاحتفال بالايام العالمية والوطنية مقرر تنظيم السنة الدراسية نتائج الاختبارات او الروائز التشخيصية في بداية السنة مختلف الدلائل الرسمية وتوجيهات رسمية اخرى كالمذكرات الى اخره اما فيما يخص الاجراءات المتعلقة بالورة التخطيط السنوي فينبغي الانطلاق بالنص الكفاية الخاصة بالمادة والمستوى احترام اقتضاية المقرر التنظيم للسنة الدراسية اسابيع التعلومات واسابيع التقويم صياغة الاهداف التعلمية انطلاقا من فرضة البرنامج الجراسي مراعة التسلسل المنطقي للتعلمات ويستعين الاستاذ عند بناء تخطيطه بالمنهاج الجراسي الكتب المدرسية المقرر التنظيمي ودليل جودة اي دليل احتفال بالايام الوطنية والعالمية الذي اصدر من قبل وزارة التربية الوطنية ثم دليل حياة المدرسية اخلاقية المهنة ومواصفة المدرس دليل وثقافة حقوق الانسان الوثائق الرسمية المنظمة ومواكبة المسجدات موضوع التخطيط على المدرسية المتوسط سيكون موضوع المحور القادم ان شاء الله فاللقاء